إعلان شركة السوق المالي السعودية تداول عن إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة في السوق المالي السعودية والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 204 مليارات ريال وفي خطوة يتوقع أن تسهم في توسعة نطاق الملكية لتشمل بجانب البنوك وشركات التأمين وكذلك سناديق الاستثمار والمستثمرين للأفراد نورك ناظرة بالنسبة أكثر بالنسبة على هذه الأدوات الدين ونتعرف أكثر بالنسبة على هذه الأدوات الإدراج هو أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة ويستهدف هذا الإصدار أو الإدراج ما تم إصداره سابقا ما يقارب 45 إصدارا رئيسيا وثانويا لأدوات الدين كذلك بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 204 مليارات ريال وهي القيمة الإسمانية بنسبة لهذا الإدراج ماذا تنوعت عليه بنسبة هذه الإدراجات من عائد متغير وكذلك عائد ثابت العائد بالنسبة المتغير بلغت ما يقارب 68 مليار ريال وبلغت ما يقارب 11 إصدار رئيسي أما بالنسبة للعائد الثابت فبلغت ما يقارب 20 إصدار وبقيمة إسمية بلغت ما يقارب 77 وبأكثر من 77 مليار ريال في حين شهدنا هناك 12 إصدار السقوق حكومية قيمتها الإسمية ما يقارب 58 مليار ريال كذلك سيتم التداول عليها في بداية جلسة اليوم من تمام الساعة الحادي عشر والنصف إلى تمام الساعة الثالثة مساء يأتي كذلك في ظل أنه تم البدء في هذه الإصدارات منذ العام 2015 وكذلك تم تسجيلها بشكل رسمي في هيئة السوق المالية في منتصف العام 2017 وبذلك يكون التداول عليها اليوم في أولى جلسات هذا الأسبوع كما ذكرت التوقي يأتي هذا كذلك في ظل أنه تشهد أنه يشهد هيئة السوق المالية السعودية ضمن بوادارة التي تطور بنسبة سوق الدين في المملكة بالتوازن مع توسيع الطموح التي تحقيق رؤيتهم من المملكة إضافة كذلك أنه توسيع قاعدة المستثمرين بالنسبة لسوق الأسهم السعودي والتنسيق كذلك الحكومي للإصدار التنسيق بالنسبة بين المستثمرين كذلك بالنسبة لتحقيق سيولة أكثر بالنسبة لسوق الأسهم السعودي